بين يدي الانتخابات النيابية كل شيء يبدو مطروحا طالما يحقق الدعاية الانتخابية ويضمن الحصول على الأصوات الكافية لضمان الاستمرار في الحكم أما بعد الانتخابات فيضيف المحللون بأن كثيرا من الوعود والمطالبات تذهب أدراج الرياح فالوسيلة في قاموس الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في العراق تبرر الغاية من هذه الوعود أو المطالبات مسألة وجود القوات الأجنبية في العراق ولسيما القوات الأمريكية فبعدما نجح البرلمان بمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بوضع جدول محدد بتواقيت زمانية معلنة لانسحاب القوات الموجودة في البلاد بدأت تتصاعد حدة المواجهة بين أحزاب وكتل برلمانية وميليشيات مسلحة موالية لإيران وبين العبادي وبعض السياسيين المقربين منه فيما يتعلق بتلك القوات مصادر خاصة لصحيفة العرب الجديد كشفت عن خطوة ثانية ستتبع استصدار القرار البرلماني عن طريق قيام كتلة المالك ومن معه من ميليشيات الحجد للضغط على رئيس الحكومة لوضع جدول زمني يستهدف خصوصا القوات الأمريكية قبيل انتهاء عمر الحكومة في الثلاثين من الشهر المقبل مستغلين الحملات الانتخابية في الترويج للأمر من باب الوطنية وفي حال رفض العبادي ذلك فهناك نية بحسب المصادر لمساءلته برلمانيا ومحاولة إظهاره إعلاميا كأنه مدافع عن الوجود الأمريكي في العراق وتصنيفه في معسكر آخر مقابل لها وكل ذلك في إطار الرؤية الإيرانية والتنافس الانتخابي بالتأكيد بحسب الصحيفة نفسها بغض النظر عن موقف الحكومة من الحاجة لتلك القوات لاستمرار خطر تنظيم الدولة على العراق كما صرحت أكثر من مرة لكن بغض النظر عن أحقية المطلب من عدمه يقول محللون سياسيون إن الثابت الوحيد من تلك المطالب هي أن القوى السياسية التي دفعت باتجاه إصدار هذا القرار انطلقت من سببين الأول تحقيق دعاية انتخابية مباشرة والثاني إرضاء الإرادة الإيرانية التي تمتلك القدر على التحكم بقرارات عراقية مصيرية لارتباط أحزاب وقوى وميليشيات محلية بها وكأن معيار الوطنية التي ينادي بها الجميع ما هي إلا مساحق تجميل لعمالة أخرى